قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني القبول بتصديق الموازنة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025 فيما أكد إفشال مؤامرة للتدخل بشؤون أقليم كردستان وذكر الديمقراطي الكردستاني في بيان أن الحزب وفي إطار الشعور بالمسؤولية تجاه حياة ومعيشة مواطنية أقليم كردستان بذل جهودا كثيرة لتكون المواد والفقرات في مشروع قانون الموازنة الاتحادية متوافقة مع الاستحقاق الدستورية واتفاق إدارة الدولة لتشكيل الحكومة واتفاق حكومة الأقليم مع المركز وتوفير المستحقات المالية للكرد وضف أن الحزب حاول وبشكل جدي إفشال المؤامرة التي كانت قائمة بشكل منظم للتدخل في سيادة الأقليم وتصغير كيانها وتقليل سلطاته المثبتة في الدستورة وعلى رغم من أن جميع الطموحات لم تأتي في الموازنة لأنه كان يجب لا يتم تغيير نص الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء لكن لأجل إطلاق يد الحكومة بمسألة الرواتب واستمرار الاستثماري وعدم الاستمرار بالمشكلات قررنا إقرار المصادقة على الموازنة ووجه الحزب الديمقراطي شكره للكتلة النيابية ولكتلته داخل مجلس النواب والفريق الوزاري للحزب في الحكومة الاتحادية الذين أدوا أدوارهم بكل إخلاص ترجمة نانسي قنقر